لا شك أن التغييرات التي حصلت على المستوى العالمي وكذلك التغييرات التي حصلت في دولة الإمارات لها بعض الأمور التي يجب أن نناقشها كذلك نشوف بعض المهارات التي ظهرت في المجتمع ونتكلم هنا عن مهارات التكيف مع الأوضاع بقاء أفراد الأسرة في البيت لساعات أطول أدى إلى تقارب أفراد الأسرة مع بعض وهذا شيء إيجابي فيما أخذ سلبي ممكن نشوفه بعد وشفناه حول العالم اللي هو الضغط على الصحة النفسية فيجب أن ننتبه للتأثيرات النفسية التي ممكن أن يتترتب عليها مثل هذه التغييرات والطرق الاحترازية التي اتبعناها البقاء في المنزل لساعات أطول أصبحت عادة حول العالم بمعنى ليس فقط مجتمعنا في دولة الإمارات اختلف ولكن المجتمعات والشعوب حول العالم اختلفت طريقة حياتهم اليومية وبناء على دراسة تمت في شهر أبريل من عام 2020 بالتحديد في أقل عن ثلاثة أسابيع قاسة ردود أفراد مجتمع دولة الإمارات من مواطنين وغير مواطنين واتضح لنا أن 65% أكدوا على أن في تغيير حقيقي وقوي لحياتهم مقارنة بالشهر اللي مضى